السلام عليكم أعزائي اليوم بدأتكلم عن مكمل غذائي اسمه EAA هو اختصارا ل Essential Amino Acids الأحماض الأمينية الأساسية الأحماض الأمينية EAA لمن؟ وماذا تحتوي وما الفرق بينه وبين الشيك بروتين الشيك بروتين الكلاسيكي هو أكثر نوع مفضل لسهولة تناوله بعد التمرين يعني تضع 30 أو 40 غرام من بودرة البروتين في 300 أو 400 ميلي لتر ماء أو الحليب أو حليب المكسرات الذي هو في عبوة الشيكر وتخضه قصيرا ثم تشربه خلص فعندما نقارن ذلك عندما نذهب للبيت ومن ثم نحضر الطعام أو عندما نذهب للتصوق فهذا بالطبع يأخذ وقت طويل مقارنة بالدقيقتين أو الثلاثة دقائق التي يأخذها البروتين الشيك بعد التمرين هذه الأحماض الأمينية الضرورية لا ينتجها الجسم من تلقاء نفسه وذلك يجب أخذه عن طريق الغذاء أو المكملات الغذائية والجدير بالاهتمام هو أنه عندما يحصل الجسم على هذه الأحماض الأمينية الضرورية فإنه ينتج باقي الأحماض الأمينية أو عند الحاجة من تلقاء نفسه وعند تناولك هذه الأحماض الأمينية في محلول الماء ستكون في مجرى الدم خلال 20 دقيقة بالمقارنة البروتين الذي يوجد به هذه الأحماض الأمينية يقوم الجسم أولا بفصل هذه الأحماض الأمينية عن البروتين حتى يستطيع جسم من امتصاصه في الشيك بروتين يوجد جميع العشرين الأحماض الأمينية الضرورية وشبه الضرورية وغير الضرورية وهذا يتطلب بالتأكيد عملية هضم طويلة مقارنة بتناولك فقط الأحماض الأمينية الأساسية المستقلة وعند تناولك الشيك بروتين قبل التمرين بوقت خصير أو إثناء التمرين فهنا لا يحصل لديك الشعور بالشبع فقط وإنما أيضا يكون امتصاص جسمك وعضلاتك لهذا البروتين والأحماض الأمينية إثناء التمرين أفضل بكثير وكيف هي عند الـ EAA هذا عفوا هنا تستطيع الأحماض الأمينية وهي كأحجار بناء تستعمل لبروتين الجسم والحفاظ على العضلات وعلى استشفائها وتقريبا لا يحرق منه شيء لأن 99% من هذه الأحماض الأمينية والتي هي كحجار بناء يمتصها الجسم وواحد بالمئة واحد بالمئة فقط يحرق أو يحول إلى طاقة وهذا يجعل الـ EAA مميز بشكل خاص فعندما تكون في مرحلة إنقاص وزنك أو في مرحلة التنشيف فإنك لا تريد أن تتناول المزيد من الكاربو أو من السعرات الحرارية ولكن في نفس الوقت تريد زيادة الأحماض الأمينية في غذائك فهنا يكون اختيارك لـ EAA جيد لك وذلك للحفاظ على الكتلة العضلية وأيضا عندما تكون في مرحلة التضخيم وعندما تتناول وجبة الغذاء مثلا وتكون قد شبعت ولا تستطيع اكمال الوجبة لكي لا يشكل ضغط على معتك وطرى بأنك تحتاج إلى المزيد من الأحماض الأمينية فهنا يكون الـ EAA سهل على المعدة عند تناوله كمكمل إضافة الجيد هنا عند تناول وجبة من 14 جرام تأخذ 10 جرام إضافة من الـ EAA وهو خالي من السعرات الحرارية في البروتين شيك يوجد بروتين كثير ما بين 20 إلى 25 جرام بروتين لكل وجبة وهذا صحيح ولكن لا يجب أن ننسى بأن الجسم يحول جزء من هذا البروتين إلى جلوكوز ليتم تخزينه كطاقة وهذه نقطة مهمة يجب أن لا ننساها إذا قارننا الـ EAA مع البروتين شيك كم من الأحماض الأمنية الضرورية يوجد في كل منهما فالفرق قليل جدا بينهم فالشيك بروتين يوجد به أكثر بقليل بودرة الـ EAA تستطيع أيضا أن تضيفها في أغذية أو مشاريب أخرى مثل أن تضيفه مثلا في الشوفان أو مع غيره من الطعام أو الشراب والـ EAA يمدك بشكل سريع بالأحماض الأمنية الضرورية وتستطيع تناوله إثناء التمرين لأنه أخف من البروتين شيك ولو يشارك بالشبع وهذا أهم فرق بينه وبين الشيك بروتين وهذا ممكن أن يساعدك للوصول إلى هدفك المنشود بشكل أفضل وأسرع إن شاء الله أنكم سفدتم من هذه الحلقة إذا سفدتم منها أحلى لايك وليس يشترك في القناة يشترك في القناة ليصوله كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر